لها 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 أفكارها لها أفكارها ولها رؤاها لها قصص رفيع مستواها حكايات من الوجدان فاضات تناقشها وتبحر في مداها مسائل من ملفات الحيات قضايا أشغلت فكر البنات حديث السيدات الفاضلات تجود به وتنثر محتواها لها قبس من الإعلام يبقى كمثل الشمس في الملكة ترقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام نساءنا يطيب ويتجدد بكم ومعكم مرة أخرى في برنامج لها الذي يختص بالمرأة نتحدث منها وإليها إيمانا بأن استقرار المرأة نماء للأسر وكذلك نماء للمجتمع وفي كل حلقة موضوع جديد نناقشه مع ضيف مختص في هذا المجال باسمي واسمكم نرحب بضيفنا لهذا المساد دكتور موسى آل هجاد الزهراني رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل حيك الله أبو محمد الله يبارك فيك يا أبا علي أهلا وسهلا أبا علي أبا نايف يا أهلا سهلا الله يبارك فيك حمد الله على السلامة والوصول هذا الشيء شكري لك حديثنا يوم في هذه الحلقة حنا تكلمنا في حلقة ماضية عن المرأة في القرآن الكريم و أخذنا نماذج كان منها سيدة مريم و بنات شعيب و تكلمنا فيها و أسهبنا اليوم معكم و أنتم مختصين في هذا المجال نأخذ المرأة و في السيرة النبوية و عندما نتكلم عن السيرة و النساء يجب أن نتكلم عن أول امرأة عظيمة و هي أمنا خديجة رضي الله عنها و أدنا تعليك كدكتور نالغالي الله يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه أجمعين الحقيقة يعني سعدت بلقائكم يا أبا علي و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء فيه الخير و البركة و أن يجعل له قبولا في القلوب السيرة النبوية هي منهج حياة و الرسول عليه الصلاة و السلام الذي جمع الله عز وجل فيه الصفات العظمى صفات العليا اصطفى له أيضا أعظم النساء و اصطفى له أعظم الصحابة رضي الله عنهم فتلك الحقبة التي عاش فيها الرسول عليه الصلاة و السلام 23 سنة يعني مقسمة بين الفترة المكية و الفترة المدنية أصبحت حاكمة على تاريخنا يعني أصبحنا الآن نحن على مر الزمن عالة على تلك السنوات الطيبة في البدايات الأولى أول من احتضن دعوة الرسول عليه الصلاة و السلام أمنا العظيمة خديجة رضي الله عنها و لذلك يعني يطيب لنا أن نقولها هي أول من أسلم عن الإطلاق يعني خديجة رضي الله عنها ليس كما يقال في كتب السير يعني و هذه درج عليها كتاب السير أنه تزواجها الرسول عليه الصلاة و السلام و كان عمره 25 عاما و هي كان عمرها 40 سنة هذا الكلام غير صحيح يعني أقرب الروايات أن عمرها كان 28 سنة الدليل أنها أنجبت الأبناء و البلات فيها بعد و ماتت يعني قريب فوق الخمسين بقليل رضي الله عنها فهي ليست يعني على هامش حياة مكة بل هي كانت من أواصط النساء يعني ملئت جمالا و جلالا و أيضا عقلا و كانت تاجرة و كانت سمعتها يعني من فالعلالي عظيمة جدا فالغريب في الأمر عندما تقرأ في سيرة خديجة رضي الله عنها تجد أنها عاشت مع الرسول عليه الصلاة و السلام 25 عاما ما صدرت منها كلمة يوم و الأيام تعتذر عنها و لم تجرح مشاعر الرسول عليه الصلاة و السلام و لم يصدر منها ما يصدر للنساء مع أزواج جهنة مثلا و البيوت لا بد أن يحصل فيها بعض الخلافات و طبيعي هذا حتى بيت النبوة فيما بعد في العهد المدني و لذلك استحقت هذه المرأة العظيمة أن تبشر برسالة خاصة من جبريل يعني جبريل نزل خصيصا ذاك اليوم ما فيه وحي نزل لكي فقط يبلغ النبي عليه الصلاة و السلام أن هذه خديجة ساتاتيك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب فأقرئها السلام من ربها و مني لاحظ يقول من ربها و مني و بشرها ببيت في الجنة من قصب يعني ذهب لا صخب فيه و لا نصب طيب ليش لا صخب فيه و لا نصب لأنها لم تسبب إزعاجة للنبي عليه الصلاة و السلام في طيلة حياتها الخمسة و عشرين هذه حتى أن يعني الرسول عليه الصلاة و السلام ما كان يناقش موضوع حبه لخديجة يعني حتى فيما بعد غيرت أمنا عائشة رضي الله عنها تغار غيرة شديدة منها و هي ما رأتها فعندما تجمع أطراف هذه الصورة تجد أن الرسول عليه الصلاة و السلام أعطاه الله عز وجل يعني مناصرة بشرية تتمثل في هذه المرأة العظيمة هي استحضرت عندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة و السلام استحضرت تاريخها العظيم يعني عمره أربعين سنة الآن نزع عليه الوحي أمر غريب حدث له يعني غير معتاد يتعبد في غار حراء بفطرته و بالإلهام يعني الذي قدمه الله عز وجل كتوطي أهل النبوة ثم ينزل و يخبر خديجة بما حدث ما حدث أنه جاء جبريل عليه السلام و قال له ما قال يعني اقرأ ما أنا بيقارئ اقرأ ما أنا فغطه أو في رواية غته هذه استخدمها يعني هذا الألفال حتى في الجنوب يعني غتني بمعنى ضغطني نعم فقال ما أنا ماذا أقرأ طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق طيب نزل و هو يرجف بها فؤاده فنحن نعرف الألفاظ النبوية التي استخدمها دثريني زمليني من شدة الكرب الذي كان فيه فهي أقسمت قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا هذه كلمة مليانة يعني هذه كلمة عظيمة جدا هي ما قالتها إلا هي واثقة كلا والله لا يخزيك الله أبدا لماذا يا أمنا قالت لأنك تحمل الكل وتقري الضيف هذه المعانى العظيمة التي كانت عند العرب لكن هو كان يفوق فيها و تعين على نوائب الدهر سمتها فقالت مستحيل أحد في هذه الصفات و يخزيه الله لا يمكن أبدا من هنا استحقت أن يعني لقب أنها أول من أسلم ما اكتفت بذلك فذهبت إلى ابن عمها و رقها بن نوفل و قال له ما قال حتى قال ليتني أكون حيا عندما يخرجك قومك فيستخرب النبي عليه الصلاة والسلام هو السؤال العظيم أبو محمد كيف أن النبي أول شخص وأول إنسان فكر أن يذهب إليها بعد هذا الكرب الذي حدث إليه هي زوجته طبيعي أي مكانة كانت عندها حتى يذهب يعني نحن دائما نقول هنا لما المرة تكون سكن لزوجها في هذه المواكف صحيح هي الحمد لله النماذج تتكرر عبر التاريخ لكن الموفق من يستحضر ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الفترتين طبعا كما ذكرنا الفترة المكية و الفترة المدنية و ينظر كيف كان بيت النبوة بيت تلقائي بسيط لا يوجد تعقيدات لا يوجد تكلف إذا كان هناك مثلا مشكلة تحصل مشكلة يحصل هجر طبعا هذه السنة التي لها فيما بعد لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم من أن هذه المرأة العظيمة التي طيلت 25 سنة لم تجرح مشاعره بشيء لم تقصر معه في شيء بل كانت ممكن نقول أول من شجع الرسول عليه الصلاة والسلام على التجارة عندما ذهب إلى الشام و كسب الكسب العظيم فهو يعلم أن سبحان الله الإنسان في الضوائق لا يلجأ إلا إلى القلب الذي يشوم منه رائحة المحبة و المودة و التقدير و التعظيم و هو أول قلب فكر فيه خديجة رضي الله عنه و طلب منها دثريني و زمليني فهو سمع منها هذا الكلام و ربما ما كان نبي عليه الصلاة والسلام يتوقع أكثر أن تزمله و تدثره لكن قالت كلاما عظيما و أيضا نقالته إلى ورقة بن نوفل فسمع كلام عظيم و قال أبشر و الله لا يخزيك الله نفس الكلام اللي قالتها خديجة رضي الله عنه إنك تحمل الكل تقري الضيف تعين على نوائب الده كأنهم اتفقوا على هذا و إذا قرأت السيرة تجد أن الكلامين متطابقين هنا و هناك فحقيقة سيرة خديجة رضي الله عنه سيرة عظيمة جدا و هي محتاجة إلى كلامها حتى أنها كانت جمعة العقل و القلب حتى في تجارتها لم تغفر فكانت ترسل النبي و ترسل من يتبع وراه فكانت ذكية في التعاونات المالية صحيح أي نعم هل ممكن فعلا كيف الآن المرأة أنها تجعلها قدوة في هذه الحمد لله طبعا هي نحن لا نغتر بكثرة مشاكل التي هي التي تكون مبرزة أكثر من التؤودة داخل البيت و أكثر من العطف و الحنان و الحب و العشق حتى عشق الزوجة لزوجها و عشق الزوج لزوجته هذه قد لا تظهر كثيرا لأسباب كثيرة منها الحياة منها طبائع المجتمعات مثلا لكن هناك نماذج كثيرة لو ذهبنا لتتبعها سواء كان في كتب السابقين أو كان حتى في وقتنا الحالي تجد نماذج ترفع الرأس بل نحن الآن على مستوانا الشخصي مثلا لو التفت حولك في مجتمعنا البسيط تجد أن بعض أقربائك يضرب بهم المثل يعني أنا أعرف حقيقة عائلة توفيت المرأة قبل زوجها لا أعرف أحد بين زوجته و بينه توافق مثل هذين الكبيرين رحمة الله عليهم ماتوا جميعا و أثر ذلك على أبنائهم و بناتهم يعني عندهم ثلاثة أبناء و ستة بنات طبيعي أن الإنسان إذا مات مثلا قد يخلف بعض خلافات في أبنائه و بناتهم أنا أعرفهم تماما هؤلاء ليس بينهم شيء مما يقع بين الناس و كأنهم على قلب رجل واحد كما يعبر ما السبب؟ السبب احترام المرأة لزوجها و احترامه لها حتى أن كنت أعتب عليه أيام زمان قلت أنت أي شيء تروح تستشير فيه فلانا قال هذه حياتي تخيل هو أكبر مننا بكثير جدا مات رحمة الله عليهم من سنوات لكن أنا ما كنت أستوعب هذا الأمر و نحن صغار و تربينا على لا الرجل هو الذي له الكلمة النافذة حتى لو كان غلط مثلا لكن أنا أقول لك أعطانا دروس من حيث يشعر و من حيث لا يشعر بأن طيب الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم أيضا المشورة مع غير خديجة فيها بعد في أمر لا يخصه شخصيا بل يخص الأم عموما قضية صلح الحديبية و مواقع فيه و أن الصحابة منعوا من دخول البيت و هم كانوا متعشمين يدخلون حتى أنهم أشعروا الإبل يعني انشقوا السنة فقال طيب خلاص أحلقوا و انحروا نرجع فالصحابة ذهلوا جدا يعني هم عصوا لكنهم كانوا ينتظرون وحي ينزل غير الرأي رأي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل كئيبا الآن على أمه السلام رضي الله عنه فقال لها أصحابي أصوني فقد تريد أو تحب أن يفعلوا أخرج لا تكلم أحدا احلق شعرك و انحر بدنك شوف فكادوا أن يقتتلهم كيف نما بادروا إلى أمر نبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة يعني هذا النموذج الأول خديج رضي الله عنه و أيضا سيأخذنا الكلام إلى أمه السلام إلى غيرها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيرها من فضريات الأمة إلى حتى هذا الزمن لو ذهبنا نستقصي يا سلام يا سلام ولو تكلمنا عن خديجة حلقات لما أخيناها حقنا أمنا نأخذ النموذج الثاني والقدوة الثانية وهي أمنا عائشة رضي الله عنها و تحتاج إلى حلقات عائشة لكننا دائما نحب أن نطرح من زاوية لم يطرحها أحد أو تكون يعني إيجابية نريد نتسمع تعليقك أمو محمد عن أمنا عائشة كيف كانت هذه القدوة الله يبالك فيك يا أبا علي عائشة رضي الله عنها هي اصطفاء يعني قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام رآها في رؤية تكرر عليه يعني يرى أنها ملك يأتي بسرقة من حرير يعني مثل قماش حرير يقول فلما أكشف إذا هي عائشة فإذا هي أنتي فقلت إن يكن هذا من الله عز وجل يمضه إن يكن هذا من الله عز وجل يمضه فهي اصطفاء يعني هيأها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة كانت أكبر بتقريبا ثلاث سنوات من نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هذا الرأي الذي أختاره طبعا وعائشة رضي الله عنه كانت أصغر منها بكثير جدا يعني بنا بها وعمرها تسع سنوات أو عقد عليها عمرها تسع سنوات خديجة كانت أكبر وعائشة أصغر بالضبط هذا طبعا فيه دلالة تربوية أن الإنسان يعني كما يقولون العمر أرقام فقط لا غير فيستطيع أن يتعايش في مجال الزوجية مع من هو أصغر ومع من هو أكبر فالأكبر يحترم عقلها مثلا ويحترم تاريخها وهكذا و الصغيرة يراعي فيها صغر سنها و يراعي فيها طبيعة النساء الصغيرات وهكذا و هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فلما تزوجها كان يعاملها بفطرتها يدخل عليها مرة و عندها ألعاب صغيرة و عندها فهي طبعا استحت و خبأتها و رست قال ما هذا قالت بنيات يا رسول الله ألعاب صغيرة كلا طيب ما هذا قالت فرس قال فرس له أجنحة قالت ليش أنت ما تعرف أن سليمان بن داود كان عنده فرس له أجنحة هي الآن تعلم نبي لا نخبرها أصلا فيضحك يضح ما معه يعني تقول يعرف حاجتي إلى اللعب فقالت لماذا أنت لا تعلم أن سليمان بن داود كان عنده فرس له أجنحة يعني كأنها تقول أنها عندها علم خاص طيب هو الذي جاء لك بالعلم كله يعني وأيضا كانت يصدر منها ما يصدر من الصغيرات يعني كانت تغضب على النبي عليه الصلاة والسلام هي الآن لا تعامل على طول الخط على أنه نبي رسول والله في بعض الأمر ما ينجوز لهنا يعني لكن تعامل عن زوج طبيعتها البشرية وهي عالمة فقيها تقرأ قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم هو مثلنا لكن نحن لسنا مثله هو له النبوة وله الرسالة والاخصاصات فهي تعامل من باب الزوجية حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دقيقا في تتبع مشاعر عائشة قال يا عائشة والله إني لا أعلم إذا كنت عليه راضية و إذا كنت عليه غضبة الآن عائشة رضي الله عنها لو إحنا ما كانا كان نقول إيه لأنك نبي و عندك جزء من علم الغيبة الذي علمكه الله لكن لا قال كيف قال إذا كنت راضية تقولين لا و ربي محمد و إذا كنت غضبة لاحظ هنا غضبة كيف تغضب على النبي قال تقولين لا و ربي إبراهيم قالت صدقت يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك فيحصل شيء يعني يحصل أمور كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعالجها من جانب أحيانا بالشدة و أحيانا باللين و أحيانا يقتنم المواقف يعني مثلا في مسائل العقيدة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنازل أبدا يعني مرة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بقيع الغرق قد يزور أصحابه رضي الله عنهم و يستغفر لهم عائشة غارت رضي الله عنها فاتبعتها في الليل ثم لما عاد عادت هي مسرعة حتى أنها تكون في الفراش قبل أن يأتي فصار تنهج فقال يا عائش ترخيم إما يقوله وقت غضب أو وقت رضا النبي صلى الله عليه وسلم ضربها على صدرها هكذا قال أخفتي أن يحيف الله عليك و رسوله ظلمونك يعني أنت الخيال الذي رأيته آنفا قالت نعم يا رسول الله قال أغرتي قالت و مالي لا يغار مثلي على مثلك يا الله غيرتها شديدة جدا يعني فقال أجاءك قرينك شيطانك فقالت أو معي قرين هي أول مرة تعرف الكلام هذا قال نعم قالت و معك يا رسول الله قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير أول مرة تعرف الكلام هذا فنشوفنا الآن استفنوا من هذا الحادثة أمورا عظيمة أنه خلاص شد عليها ترى أنت الآن تتعاملين مع الله و مع رسوله فلا تخافي ظلم هنا لكن في جانب آخر عندما مرة حصل بينهم ما يحصل بين الزوجين فقال من تبعين حاكم الآن مني جيبة تريد أن عمر فقالت لا عمر شديد طيب أبو بكر قال أنا خلاص ما لها خيار أي نعم و هي تخشى من أبيها شدة أبو بكر معروف كان عندها حدة فأرسل إلى أبي بكر قال أصلح بيننا طيب من يبدأ منكم الآن هو جاء حكم ما جاء ولي أمر لم يكن نبي الآن سبحانه أي الآن أبو بكر جاء بصفته الحكم بين الزوجين يا الله طيب من يبدأ منكم فقالت ابدأ أنت يا رسول الله و اتقل ولا تقول إلا حقا صغيرة سن يا نعم يا الله أبو بكر لطمها حتى خرج الدم و فقفزته و اختبأت وراء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبو بكر ما جمناك تقاتل الآن جئنا بك من أجل تصلح بيننا فغضب و خرج هنا الذكاء العاطفي الذي يسمونه الذكاء العاطفي اغتنم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة استخرجه من وراء ظهرة مسح عنها الدم قال كيف رأيتي أن قذلك من الرجل طبعا طاح الحطب كما يقال الآن خلاص فجاء أبو بكر فسمع الضحك لأن حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت ضيقة جدا ما كان الواحد مثلا إذا وقف يحك رأسه و إذا فرض أذريعته مثلا تحك فحياتهم بسيطة جدا فسمع الضحك فدخل قال لا أدخلاني في سلميكما كما أدخلتماني في حربكما ما قال ترى بنتك فعلت و فعلت و فعلت كما الآن يحلو لبعض الناس مثلا إذا حصل مشكلة يستطيع أن يصبر عليها لكن لا بعضهم أو بعضهن لابد أن تستعدعي طرف ثالث في الغالب يكون الأهل فتخرب هنا الدنيا لكن لو كان مثلا يفعلهم مثل ما تفعل حتى فاطمة فيها بعد كان إذا غضب عليها علي رضي الله عنه خرج من البيت فيدخل بعدي و خلاص يعني الأمور زانة لأن طبيعي أن يكون هناك خلافات ضروري طيب هناك نقطة حتى لا أنساها علي الله بك فيك اللي هي قضية العلاقة بين تاريخ عائشة و تاريخ خديجة رضي الله عنه هنا عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما غرت على خديجة يعني غرت منها و ما رأيتها قالت ماتت و ما رأيتها و لكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها و لربما دبح الشاتة فقطعها أوصالا ثم بعثها في صدائق خديجة صديقات خديجة أي نعم و ربما غرت فقلت له ما تذكر من عجوزي من عجائز قريش هلكت في الدهر الأول قد أبدالك الله خير منه قال كيف قلت مشكلة الآن تقول فأعدت عليه كلام قالت فغضب حتى اهتز مقدم شعر رأسه قال آمنت بي إذ كذبني الناس آمنت بي إذ كفر بي الناس و صدقتني إذ كذبني الناس و وستني بنفسها و مالها والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة و منتهى الموضوع هنا لا تقول فغدا و راح علي بها النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يعني يدخل و يخرج و يقول والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة ترى ما تخيلها شهر كامل كل ما يدخل و يخرج و يقول هذا العبارة يا الله لأن خلاص ترى في خطوط حمراء يا عائشة لا تجاوزين هذا أور من آمنت بي و راصرتني بنفسها و ماليا كما يقول تنسى رضي الله عنها فتقول يوم الأيام سمع الرسول عليه الصلاة والسلام صوت امرأة خارج البيت فهب واقفا قال اللهم هالة يعني اللهم اجعلها هالة هالة مين هالة بنت خويلد أخت خليجة تعرف يا أبا علي الآن الأصوات تتشابه يعني أنت تتساعد بعض البيوتة أيام التلفون الأرضي تقول فلانة تقول لك لا فلانة مثلا حتى الأمهان مع بناتهم فصوتها يشبه صوت خديجة تماما ففزع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هالة دخلت فبدأ يسألك كيف أنتم و كيف كنتم بعدنا يسأل عن مكة قالت بخير بأبي أنت و أمي رسول الله عائشة غارات قالت أما زلت تذكر خليجة لاحظ أما زلت تذكرها خلاص يعني قال يا عائشة هنا قال كلمة عظيمة جدا جدا قال يا عائشة إني رزقت حبها لاحظ كيف إني رزقت حبها الحب هنا رزق يعني ليس مسألة زر في القلب يعني مثلا أفها الآن مثلا أحب ولا أفغض لا لا قال رزقت حبها من الذي الآن يجرى أن يقول رزقت حب زوجتي مثلا في هذا إلا يعني أفاضل الناس أفاضل الرجال كرماء الناس ولا يبالي كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الجانب الآخر مع عائشة عندما يسأل عمر بن عاص من كثرة ما يرى تبسم النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه فيقول يا رسول الله من تحب مباشرة بدون تفكير النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال عائشة يعني الرجل الآن قال لا من رجال قال أنا قل قلني أنا نعم يحاول بالضبط نعم هو كان يظن هكذا أصلا من كثرة تبسم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام و طبعا نحب لك ما مشرط أن يكون في أول قائمة قال من رجال قال أبوها ثم من عمر طيب بعدين عثمان و بعدين أبو عبيد من الجراح يقول خلاص سكت أنا بعدين إلى متى طيب لكن هنا قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عائشة مجتمعاتنا للأسف الشديد أنا ما أدل من أين جاء هذا الانغلاق إذا ذكر زوج تقول الأهل طيب أو مثلا يعني يجب لك من بعيد لا بعيد حتى أن لا يقول نقول يعني هالمجتمعات ما نستطيع أن ننتزع هذا الشيء منها لأن هذا عرف درجه عليه الناس و كذا لكن في الجانب الآخر طيب لا تستهجنوا من يقول زوجتي فلانة لماذا نعيب عليه هذا الأمر و الأعظم التنمر الذي يحصل في مدارس الأولاد و البنات و أنت أمك فلانة هذا تعتبر كارثة كارثة يعني طيب كيف نقضي عليها لابد أن نرجع للسيرة و نقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في محظر من الصحابة كان يقول و أحب عائشة و خديجة نفس الشيء لأن لا يجوز أن تكتم مثل هذه الأمور في زمن الوحي فالكلام يعني يطول و لا أنا استأترك بالحديث أبو عليها لكن إذا كان من نقطة أختم بها في قضية عائشة و خديجة رضي الله عنهم تقول عائشة نفسها تقول دخل علينا امرأة على النبي عليه الصلاة والسلام فقام و بسط لها رداءة تخيل أعظم رجل على وجه الأرض تدخل مرأة و يبسط رداءه لها و يجلسها و يجلس أمامها قال كيف أنتم و كيف مكة و كيف فقالت بخير بأبي أنت و أمي رسول الله مثل هالفة تقول عائشة غرت غيرها شديدة فقلت ألازلت تذكر عائشة خديجة قد أبدالك الله و خير نفس الكلام هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لها نفس الكلام و كررها أن هذه خديجة و أنها آمنت بها تقول في نفسها قلت يا رسول الله و الذي بعثك بالحق لا أعود إلى ذكرها إلا بخير تقول علمتنا خلاص ما في حل الآن كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني كل جزئية في ذكريات خديجة ما يغفلها شكرا رجعنا لها عندما زوج بنته زينب زينب رضي الله عنها كبرى بناته و قد ابتليت في النبي عليه الصلاة والسلام قال كبرى بناتي أصيبت بي عندما هاجرت نحن من جهة خاصة عن زينب بالضبط الشاهد في هذا القضية قبل أن الشاهد أنها يعني هذا القصة لا أعلم كيف الآن ساقل الكلام إليها لكن سأكملها زينب كان في مكة كما تعلم لم تستطع أن تهاجر مع زوجها مع زوجها و زوجها لا عفوا زوجها كان كافر وقتها ربي ابن العاص أي نعم هو ابن هالة بنت خويدد ابن خالتها فهو رجل عظيم جدا يعني ولا يرضى حتى لما الأسر ما أعلن إسلامه حتى لا يظن ما أسلم إلا تحت الضغط هذا العظماء لكن الرسول عليه الصلاة هنا يتخذ إجراءات رسمية جاء الصحابة فقالوا أبو العاص من الربيع الذي زوج زينب موجود قال ابعثوا إلى زينب في مكة ترسل له في داء مثلها مثل كفار قريش ذكية جدا قالت أنا أعرف كيف أحرك المشاعر فبحث أن أغلى شيء وهي قلادة خديجة رضي الله عنها التي أهدتها في ليلة زواجها بعثتها فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إن زينب قد بعثت بفداء قال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها هذا كلام رسمي نفس القضية قالوا هل لا قمت معنا يا رسول الله فرأيت هذا الفداء فيقول الراوي فلما قام الرسول عليه الصلاة وقعت عينها وقعت عينها القلادة تقول فرق لها رقة شديدة وتذكر الزمن الأول مع خديجة فقال هنا قال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها و تتركوا لها الذي لها الذي بعثته فقالوا نعم و نعمة عين يا رسول الصحابات طبعا هذا الموقف يا أخي سبحان الله سدر الدمع دائما كيف أن الرسول عليه الصلاة بعد تلك السنوات الطويلة و هنا أنا لا أعرف أي سنة وقعت هذه في المدينة لكن في وقت متأخر و مع ذلك قلادة حركت مشاعر هنا عائشة رضي الله عنه ما كان لها دول خلاص قال لها ترى موضوع محبتي لخديجة لا يناقش لكن في الجانب المقابل الرسول عليه الصلاة كان كل الصحابة و زوجاته يعرفون محبة لعائشة لدرجة أن الهدايا لا تهدى إلا في اليوم التي يكون فيها عند عائشة و لدرجة أيضا أنه أحب أن يمرض في بيت عائشة في آخر أيامه عليه الصلاة و السلام و هكذا أنا اليوم أخذت الله يسدك و الحمد الحديث شيئك أستاذنك في فاصل قصير مشاهدينا الكرام فاصل قصير و نعود بكم معنا حياكم الله و شاهديني الكرام مرة أخرى نجدد الترحيب بكم و بضيفنا حياك الله و محمد مرة أخرى الله يباك فيك يا بعد يا مرحبا تكلمنا قبل فاصل عن خديجة ثم عن آيشة بس أريد أن نختتم قبل أن نقفل لموضوع أمنا عائشة عن حديثة الإفك يعني كانت أقوى مصيبة مرت على عائشة و لا نتكلم عن تفاصيل الحادثة فقط نتكلم عن عفة لسان عائشة و في هذه المحنة التي مرت بها لم تتكلم بأي كلمة تضايق النبي يعني معنا في الأرض و كان في ذاك الوقت و إن كان إلى الآن حساس و مؤلم لم تتكلم كيف استطاعت عائشة هذه العفة و هذه ما شاء الله تبارك الله لنسمي ضبط الانفعال أريد أن نتكلم عن هذا الموضوع هذا القصة يا أبو علي هي مؤلمة جدا يعني حتى من تقرأ في كتب الحديث لا تملك عينك أبدا و لا تملك حتى يعني أعصابك كما يعبر يعني قصة كان فيها من العبر و أيضا فيها من الفوائد و فيها من التشريعات هذا الشيء الكثير فنحن عالى على أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا القصة لأن الله عز جل أنزل آيات تعبد بها في القرآن أنزل براءتها و أنزل آية التيمم و أنزل أشياء كثيرة لها علاقة بهذا القصة هي ملخصها أنهم كانوا في غزوة ثم لما عادوا عائشة رضي الله عنها كانت خفيفة اللحم لسه صغيرة يعني أظن عمرها 13 تقريبا يعني كان يحسب لنا مثلا كتاب السير متى وقعت الغزوة و هكذا فذهب التقضي حيشة لها فجاء الناس الذين يحملون الهودج حملوا الهودج الذي كان يوضع فيه النساء في زمان صونا للمرأة في السفر أن لا تنكشفها فحملوه ظنوا أن عائش فيه وضعوا على ظهر البعير ثم انطلقوا هي من ذكائها رضي الله عنها عندما جاءت فلم تجد البعير لم تجد القافلة كلها رجعت فنامت مكان ما تركوها قالت أكيد سيفقدوني و يرجون في رجل من الصحابة رضي الله عنهم كان ثقيل نوم يعني صفوان من المعطل السلمي رضي الله عنه كان يعني ينام كثيرا و لم يعاتب هني صلى الله عليه وسلم على هذه طبيعة بشر لكن أيضا كان فيه ميزة فيها ثقل النوم هذا إذا استيقظ ثم اتبع للقافلة أي شيطايح مفقود كذا يحمل معه فجاء فصعق يعني رأى يعني امرأة أم المؤمنين وهكذا سماهم الله في القرآن سماهن الله عز وجل و أزواجه أمهاتكم طيب هنا قال قال تعيش رضي الله عنه رآني و أنا نائمة و قد رآني قبل الحجاب فعرفني فاستيقظت على استرجاعه يقول إنا لله و إنا إليه راجعا قالت والله ما كلمني بكلمة قرب البعير ذهب أبعد عنها هي تقول أنا أخوه ثم ركبت عليه ثم أخذ بخطام البعير ثم طلق ما كلمها بكلمة هنا طبعا جاءت الفتنة العظمى و سقط ناس تكلموا و المنافقون كانوا على طبعا على رأسهم و خاط بعض الصحابة اجتهادا من عنده يعني و كذا هي ما عتبها الكبير و عتب أبي بكر رضي الله عنه إلا على الأقرباء على مصطح بن أثاثة التي كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه فهي الآن ما تدري عن شيء يعني هي غافلة فعلا كما جاء الوصف غافلة عن هذا الأمر لكنها من مشاعرها الحساسة جدا تغير عليها الرسول عليه صلى الله عليه وسلم هو حبيبها يعني من شدة محبة لها كان حتى إذا شربت مثلا من إنى و أعطاهت النبي صلى الله عليه وسلم يديره حتى يشرب من نفس يضع الشفايفة في مكان شرب عائشة رضي الله عنها من شدة محبة النبي عليه صلى الله عليه وسلم المرة هذه لا فيه تغير يعني فيه تغير عليها فهي أحست بشيء فقالت يعني تسمح لي مرضت فقالت تسمح لي أمرض في بيت أبي وأمي فسمح لها فلما دخل النبي عليه عفوا دخلت على بيت أبيه و أمها جاءتها إمرأة فأخبرتها بالقضية كيف أخذتها للخلاة و كذا فسقطت عائشة رضي الله عنه فأم مصطح بنت أثاث هذا الذي تكلم في عرض عائشة سبت ولدها قالت تعيسة نصطح فغضبت عائشة قالت أنت الآن سبين رجل شهد بدر شهد بدر هذه حتى عند الملائكة هذا يعني لها ميزة خاصة قالت أنت ما تدري ماذا تكلم قالت لا فأخبرتها هنا بدأ البكاء المستمر تقول لا يرقأ لي دمع و هذه فتنة يا أبا عليها استمرت خمسين ليلة توقف الوحي و ابتلا من الله و لأن الأنبياء أشد الناس بلاء و إلا كان بإمكان الله عز جل ينزل براءة في ثواني معدود لكن ابتلا حتى تكون هذه عبرة للأمة جميعا و كيف يعالجون القضايا التي تأتي فيها مثل هذا التشابه ملخص أيضا يعني حتى لا نطيل كانت عائشة رضي الله عنها مثالا للمرأة الواثقة من نفسها الواثقة من ربها قبل نفسها حتى لما طالت القضية و جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة لما تكلم حتى يعني كاد تكون مقتلة بين الأوس و الخزرج بين الأنصار عفوا يعني بين فريقين من الأوس و الخزرج كاد تكون مقتلة يعني هذا اللي تكلم منكم هذا منا طيب لو كان منكم والله نضرب بالسيف قال كذبت لو كان منكم ما تكلمت بهذا الكلم فسكته من نبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أعلم على أهلي إلا خير و هنا استخدم نبي صلى الله عليه وسلم كلمة أهلي لأن ليس مناسبا استخدم كلمة عائشة قال من يعذرني في رجل بلغني أداه في أهلي هو يقصد عبد الله بن أبي بن سلول والله ما علمت عن أهلي إلا خير ثم لما دخل نبي صلى الله عليه وسلم أنا أتصور الخمسين ليلة هذه كيف عاشها النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهر وزيادة فدخل فقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك لله عز وجل و إن كنت ألمت بدمب فاستغفر الله إن الله غفور رحيم عائشة ما توقعت هذا الكرام ثم تفت لأبيها فقالت أجب عني رسول الله يعني لو ذبحته الآن كما يقال ما وجدت فيه قطرة الدم قالت لو الآن ليس فيه دم خلاص يعني قال قال والله يا ابني ما أجد ما أقول لرسول عليه الصلاة والسلام شابول له طيب أنت يا أمي أجيبي قالت والله يا ابنيتي لا أجد ما أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت عائشة فقالت لو قلت لكم كلام الآن اعترفت لكم بشي ما سويته حشان ترضون عني يسقط الله علي ولو قلت لكم أني بريئة لن ترضوا عني الآن والله يعلم أني بريئة ولا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف تقول نسيت اسمه يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني هي كيف المحنة هذه لجأت إلى الله عز وجل المرة صالحة صحيح هذا هو النقطة الرئيسية يعني ثقتها بالله عز وجل تقول فتحولت نمت تقول فتغشى النبي عليه الصلاة والسلام تغشى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتغشى الوحي ثم رفع رأسه فقال أبشري يا عائشة فأم الله فقد برأيك تقول قلص دمعي أصلا قبل ما قلت في الكلام هذا قلص الدمع انتهى تقول فقرأ الآيات إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم إلى آخر الآيات فتقول أما أبي وأمي وهو النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي خلاص الآن جمد الدم في عروقهم الآن ما يدروا الشر الآيات التي تنزل جديدة توا فهنا قالت أمها قومي إلى النبيصل hvad س Lorallahu wasallam قالت له والله ما أشكره والله لا أشكر إلا الله تسم النبي عليه السلام علم طبيعتها ما قال ليش ما تشكرني أنا نبي وأنت لا أبدا قالت والله ما أشكره والله ما أشكره إلا الله الذي برأه فكان الرسول عليه السلام بعد هذا الحادث لها أشد حبا هذا عكلها عائشة رضي الله عنها ليست من نساء العاديات عائشة رضي الله عنه كانت من العالمات الكبار جدا الصحابة إذا اختلوه فيه يرجعون إليها كانت أيضا من رواة الحاديث الكبار يعني في مصاف أبي هرير و عبد الله بن عمر و كانت أيضا طبيبة حتى سألها عروه بن الزبير ابن أسماء ابن أختها قال يا خالة من ملكها الطب يعني علم الأنساب عرفنا أن أبوك يعني ما شاء الله أبو بكر يعني علامة و العلم أخذت زوجك النبي عليه الصلاة والسلام لكن طب بعد قالت يا عرية كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أسنى كان يعتريه ما يعتريه من الأمراض فكان يأتيه أطباء العرب فيصفون له بعض الأشياء فأنا على طول طبعا ألقطها فأبدأ أصفها للناس فصارت حتى طبيبة و هي من المتصدقات الكبار يعني كانت تتصدق صدقة من لا يخشى الفقر يعني تنفق إنفاق عجيب حتى مرة قالت لخادمها ذبح شاه و وزعها فقالت الخادم الذي يطلق على الذكر والأنثى فقالت لو تركت لنا منها شوي قالت عايشة لو قلت لي لو نبهتوني انتبهت معنى هذا أنها ترضى أن تنام ليلتها بلا طعام لكنها في سبيل نفع المسلمين هذا أمر عادي من أين يعني كلم طويل و أنا قرأت حول قصيدة جميلة جدا يعني ما أعرف منها الأبيات بسيطة يعني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والزمان زماني جميلة جدا يعني هذه قيلة في عائشة رضي الله عنها الحديث عن عائشة لا يمل نأخذ القدوة الثانية زينب رضي الله عنها زينب رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام أنا لا أعرف أحدا يحب بناته كحب النبي عليه الصلاة والسلام لبناته يعني تقرأ في التاريخ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب بناته حب شديد جدا زينب كبرى البنات و كما ذكرنا سابقا أنها لم تستطع أن تهاجر و زينب عاقلة و هي مثل ما يقال أن تمون على أبيها جدا يعني تمون على قلب أبيها جدا لما أرسلت القلادة و حركت قلب أبيها رضي الله عنها و ثم هاجرت فيها و بعد هاجر بها أخ زوجه و كان رجلا عظيما نبيلا و قعد مشكلة في الطريق يعني أحد الناس مهبر من الأسود يعني حتى طريقة تهريبها من مكة إلى المدينة ما كان في وضح النهر حتى لا يقولوا والله الآن انتصر محمد في بدر و الآن تحدي لكم ترى ها مطلع بنته لا سولها خطة معينة أن أخو زوجها و رجل ثقة يخرج بها و هكذا من في الطريق جاء هبار من الأسود هذا و كانت حاملا فأخاف البعير فأسقطها و أسقطت جنينها و نزفت و كان هذا النزيف معها إلى أن ماتت فيما بعد ماتت صغيرة جدا يعني في بداية العشرينيات من عمرها الرسول عليه الصلاة و السلام من زينب له أحفاد و حفيدات من ضمنها أمامة بنت زينب كان يحبها حب شديد عندما ماتت زينب رضي الله عنها حزن عليها الرسول عليه الصلاة و صلح حزن شديد جدا قال الحقي بسلفنا الصالح عثمان المضعون قال كبرى بناتي أصيبت بي لاحظ و طبعا أرشدهم كيف يغسلونها و كيف يكفلونها لكن كأني بقلب الرسول عليه الصلاة و صلح ينزف و هذه يا أبا علي أنا نسيت أجب لك يعني أنا عملت كتية فيها اسمه عبرات الرسول عليه الصلاة والسلام دموع النبوية ذكرت المواقف اللي بكى فيها من ضمنها موقف بكائها على زينب رضي الله عنه عندما ماتت و خلفت وراءها الحفيدة خلفت أظن علي ابنها الصغير و خلفت أيضا أمامة أمامة هذه طبعا لها حكاية محبة من النبي عليه الصلاة والسلام لزينب يحب أمامة حب شديد تقول عائشة جاء يوم الأيام قلادة من جزع ظفار أظنها المنطقة التي في عمانة هذه و هم فقال ما رأيكنا في هذه تقول زوجاتها كلهم تقول اشرأبت أعناقنا كل واحدة تبغاها لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينها أحب أهلي إلي الكارثة وين نزلت على عائشة الآن تقول فأظلمت الدنيا بيني وبينها ما تبي أحد تقدم عليها الآن أظلمت الدنيا بيني وبينها الآن من يختار تقول فنظر إلينا ثم قال أين أمامة صغيرة هذه قالوا تلعب خارج البيت فجابوها فأعطاها تقال سري عني تقول عائشة الحمد لله حانت المسألة سهلة فهذا محبة لزينب رضي الله عنه و هي مثال زينب للمرأة التي تلقت التربية العظيمة و الوفاء لزوجها لاحظ يا أبا علي أنها عندما أرسلت بالقلادة زوجها كافر و مع ذلك تدافع عنها دفاع شديد هذا أغلى ما عندها حتى تفتديه افتدته رجع إلى مكة أعلن إسلام على رؤوس الخلائق هناك قال والله لقد أسلمت و أنا عنده محمد هناك في المدينة و أنا في الأسر لكن خشيت من أن تقولوا أن أسلم كما ذكرت لك تحت التأثير فتربية النبي ماذا تنتظر منها تربية النبي و عندها هذا الوفاء و دليله فإن حتى عندما النبي حاجر استأذنته في أن تبقى مع زوجها و هذا أكبر دليل و أنها لا غير ألا أذن الله طيب نأخذ أمنا فاطمة أما فاطمة فسيدة النساء عموما سيدة النساء العالمين فاطمة غير رضي الله عنها فاطمة كانت يعني تملكت قلب أبيها رضي الله عنها و كانت حتى فيها منصفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى مشيتها تشبه لمشية النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي سبحان الله إذا أنت الآن تصورت يعني المجتمع المدني الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم و كان فيه بناته و كان فيه زوجاته أنت الآن كأنك تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في ظل مثلا مسجده في ظل المسجد و هذه فاطمة قادمة و زوجاتها جالسة فقالت فقام إليها تقول عائشة و قبلها بين عينيها و قال مرحبا بابنتي وين هالكلام يعني يعني شفوا العلاقة الخاصة جد مرحبا بابنتي قام إليها رسول هذا هو ينهان على القيام يعني في حديثنا ينهى على القيام لكن في حالات استثنائية منها القيام لسيد القوم مثلا قوموا إليه ما تقوموا له تعظيما تعظيم لا يكون إلا لله لكن قال الراوي قال قال فقام إليها و قبلها بين عينيها و قال هذا العبارة فاطمة رضي الله عنها نموذج خاص من النساء لما زوجها لعلي رضي الله عنه ما بالغ في مهرها درع عندك شيء قال عندي درع فاضل هاتي يا فكانت أبرك النساء و رزق علي رضي الله عنه الحسن و الحسين و محسن مات صغيرا طيب فاطمة رضي الله عنها كان اختصها الرسول عليه الصلاة والسلام ببعض الأشياء جلست عنده مرة من مرات فسارها بشيء فضحكت ثم سارها في الأذن الأخرى بأعفوا أول شيء بكت سارها بشيء فبكت ثم سارها في أذنها الأخرى بشيء فضحكت فعائشة هنا تعرف الغير تحرك فقال ماذا قال لك رسول الله قالت والله لا أفشي سر رسول الله هي أكبر مننا عائشة رضي الله عنه فتقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم باقي في نفسها في نفس عائشة ماذا قال لك في ذلك اليوم قالت قال لي أنه يموت في مرض موته هذا في مرضه هذا يموت فبكيت فبكيت وقال لي بشرني أني أنا أول أهله لحوقا به فضحكت سبحان الله تفرح بالموت إي لأنها متلحق بأبيها ولأن لا كرب على أبيك بعد اليوم وهي نفس الشيء لا كرب بنت نبي مغفور لها خلاص الأمر الآخر حصل قبل كذا مشكلة أن يعني من كثرة غيرت نساء النبي عليه الصلاة والسلام من أمنا عائشة رضي الله عنها أرسلوا وسائط فأرسلوا أحب النساء أو أحب البنات إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة فلما جاءت وقالت إن نساءك يناشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة ما قالت منها عائشة الواحد ذا زعل ما يذكر اسم الطرف الآخر طيب حتى نشوف حتى في بيوتنا شوفوا الشيخ شوفوا فلانك طيب فهي قالت بنت أبي قحافة فالنبي صلى الله عليه وسلم بهدوءه قال يا بنيتي أتحبينني قالت نعم قال فأحبي هذه يا الله انتهى الأمر لما جاء النساء بعدين عاتبونا قال لهم قال أن ما نزل عليه الوحي في فراش أو في رداء إحدى كن إلا هي لكن فاطمة عاقلة جدا خلاص التزمت بأمر أبيها فاطمة رضي الله عنها كانت أيضا يحصل منها ما يحصل النساء بالخلافات وكذا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيتها مرة فقال أين ابن عمك علي رضي الله عنه قالت كان بيني بينه أمر فغضبته فخرج معنى النبي و لم تخبر أبوها و هو أيضا ما سأله شيء الأمر هذا فخرج يعني الآن نسان إذا جاء الأب على طول طلع هذا المشكلة هو الطرف الثالث هو المفسد دائما لماذا هذا منحة تربوي يعني أقف عنده قليلا ممكن أنا و زوجتي نختلف في شيء الآن أنا أدخل طرف مثلا أو هي تدخل طرف فترتفع الأصوات كل واحد يريد أن تصل لنفسها ثم يذهبون هذا نصطلح بعد قليل أجب لها وردها أجب لها أي شيء من هذا لكن اللي هناك قلوبهم تغلي طول الليل فكرون طيب ما سويت بنتنا أو مثلا مثلا يعني أبي أمي و كذا و ما سوى ولدنا فهذا أنا أشوف أن حقيقة عدم التوفيق ففاطمة رضي الله عنه لما قالت غاضبته فخرج جبحة عنه صلى الله عليه وسلم فوجه زعلان علي رضي الله عنه نايم في المسجد أبي تراب التراب غطى وجهه أي نعم فركله فقال قم يا أبا تراب طبعا فرح علي بهذا الكنية من النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يمازحه ما لك شفيك في المسجد قال كان بيني وبين فاطمة أمر فغضبتها فخرجت أنا اللي غضبتها وهي تقول غضبته خلاص طاح الحطب كما ذكرنا سابقا و انتهت القضية فهؤلاء النماذج نحن بس إضاءات اليوم لكن لو أراد الإنسان أن يفرد كل نموذج بكتاب مثلا أو بحلقة أو كذا ترى يطول كلام عنهم صحيح صحيح وصلنا إلى الختام والحديث معك أبو محمد شيق لا يمل في الختام إذا حاب توجه أي رسالة للمرأة و نحن تكلمنا عن قدوات في حياة النبي الله صلى الله عليه وسلم و الله نحن الآن في أحوج الحاجات في هذه الأزمنة مع وجود قدوات لا يصلح أن يكونوا قدوات حقيقة من الرجال و النساء الذي ابتلي بهم الناس في وسائل أوصلتهم إلى الناس الآن الوسائل السهلة الآن سناب و غير سناب و كذا و تصنع يعني يغلب عليها التصنع نحن في أحوج الحاجات إلى الرجوع للمعينة الأصلي أن نقرأ كيف كانت المرأة تعيش في الزمن النقي زمن الوحي زمن الصحابة زمن التابعين بلا تكلف إنها غضبت من زوج تقول غضبت إن غضب منها يقول غضبت و هكذا تحفظ زوجها تحفظ نفسها تحفظ ماله تحفظ أبناءه عليها مسؤولية ضخمة جدا لكن أيضا تكون واقعية فلا تكلف ما لا يطاق و أيضا لا تنظر إلى هؤلاء النساء التي ملأنا أو وجهنا بهذا الأصباب و بهذا الدنيا و هذا التكلف ترى ليست هذه الحياة الطبيعية الحياة الطبيعية أن الإنسان يعيش بتلقائيته ما في أبرك من البساطة يا أخي زوجات نبي لهن حجرات ضيقة ترى حجرات ضيقة جدا ترى و مع ذلك أعظم نساء الأمة شكرا على هذه النصيحة من القلب دكتور موسى أهل هجاد الزهراني رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون جامعة الإمام أبرا فيصل شكرا لك أنا أشكرك يا أبا علي وأبا نايف حتى لا يزعل نايف وأشكر هذه القناة العريقة التي نحن الآن حتى شهادتنا فيها مجروحة و الكلام يعني عنها يطول وأشكر كل فريق العمل الذي معنا اليوم وأسأل الله سبحانه أن يعليشانكم في الدنيا والآخر اللهم أمي شكرا لك شكرا لكم مشاهدين الكرام وصلنا إلى الختام انتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله كايات من الوجدان فاضات تناقشها وتبحر في مداها مسائل من ملفات الحياة قضايا أشغلت فكر البنات حديث السيدات الفاضلات تجود به وتنثر محتواها لها قبس من الإعلام يبقى كمثل الشمس في الملكوت ترقى تفيض به على الأكوان صدقا ويشرق كل بيت في سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر